إلى موضوع آخر تتبط ونبتات في الموروث الشعبي الجزائري بأسماء عديدة لخديجة وغيرها تسميات أخذت أغلبها من شكل النبتة وصفتها المميزة التقرير لإكرام طباوي وليليا داود تستحوذ النبتات وأسماؤها على حيز هام داخل قاموس الثقافة الشعبية الشفوية لدى الجزائريين حيث تختلف تسميتها المتداولة عن الأسماء العلمية وترتبط في غالب الأحيان بشكل النبتة وملمسها كما قد تنسبوا إلى الأشخاص كين بزيف أنواع كين بيقونيا محمود كين قاذيفة كين صبار كين لاميزار كين العدراء حشامة سونسيتيف ون فرانسي اسموها ميموزة سونسيتيف وكين لعيط للغضبانة كل وحد وشي يسميها تسميها المرقة تكمش بحال تغضب وطيح العدراء تلموتون وتشابة وبيعية ومليحة يسموها العدراء ما هي الأصل تها؟ تسميتها الأورتنسية الصراع الأزلي بين الحماة والكنة انتقل هو الآخر إلى عالم النباتات وهو من عكس على التسمية الشعبية لأحد أنواع الصبار عالم مرادف للجمال والتنوع هي النباتات التي أخذت خصائصها وصفتها نصبا من الموروث الشعبي الجزائري ترجمة نانسي قنقر